السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليمية اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على مشروع الوحدة الرابعة لكتاب مرشدي في اللغة العربية المستوى الخامس عنوان المشروع هو معرض المبتكرات مشروع قسمنا في هذه الوحدة تنظيم معرض خاص بالمبتكرات كل واحد منا يجد فكرة ويحولها إلى ابتكار ثم يصفه في بطاقة إذن أول خطوة هي ملاحظة نماذج مبتكرات نماذج مبتكرات يمكن أن نجدها مثلا في المطبخ أو في الحمام أو في الغرف أو بين لعبين أو في قسمنا أيضا عبارة عن أدوات يمكن أن نستعملها ونبتكر من خلالها أدوات جديدة للتعلم أو يمكن الاستعانة أيضا ببعض المجلات أو ببعض الكتب إذن سنقوم بملأحدة هذه المبتكرات النموذج الأول والثاني والثالث والرابع والنموذج الخامس والنموذج السادس ماذا تحكي هذه المبتكرات؟ فإنها تحكي طائرة والسمكة وبهلوان ولعبة وظهرة وعش لطائرين من أي مواد صنعت؟ فأغلب المبتكرات يتم إعادة تدويرها من البلاستيك أو من الكارتون كمثال أو من قشة عصير أو من ورق المرهاد كما يمكن أيضا استعمال الورق الملون وعلب كارتون الحليب والأقراس المدمجة لكي نجد فكرة لابتكارنا نبحث فيما يحيط بنا وهذه أيضا نماذج لبعض الابتكارات ثم هنا بطاقة تصف ابتكاري يعني عندما أخطط لابتكار معين نضع تصميما له وننفذه مستعين بالأدوات المعدة لذلك نعد بطاقة تصف ابتكارنا اسمه أجزائه وقطعه وفائدته واستخدامه إذن الاسم فهو زهرة المواد المستعملة لهذا الابتكار كمثال هناك أغطية لبعض القنينات غطاء قنينا قطعة الكارتون كارتون ورق المرحاد وعود خشبي واستخدامه أو فائدته فيمكن استخدام هذه الزهرة كتزيين للتزيين يمكن أن نضعها في قسمنا كما يمكن أيضا أن نضعها في غرفنا وبالتوفيق الجميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة